السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نحاول نرى كيفية حل معادلة من نوع X مربع تساوية نأخذ 5.2 5.2 تساوي 5 في 5 تساوي 25 ناقص 5 لكل 2 تساوي ناقص 5 في ناقص 5 إذا العدد السالي في عدد السالي في عدد السالي في عدد السالي في عدد موجب يعني هي 5 في 5 أي 5 و 20 إذا هنا ما نلقوا؟ نلقوا بأن 5.2 ستساوي ناقص 5.2 ستساوي 25 أي أن مربع أي عدد سواء كان العدد موجب أو سالي فهو دائما موجب يعني بشكل عام X أس 2 هو عدد موجب كيف ما بغي يكون X سواء كان عدد موجب أو كان عدد سالي ما يعني هذا؟ يعني بأن لك أن عددنا مثلا X مربع تساوي 25 أي X مربع تساوي 5 أس 2 يعني X عندها شو ديال احتمال هذا؟ يعني X ممكن تساوي 5 أو X ساوي ناقص 5 إذن ناقص 5 أسئتنا الرهي 25 و 5 أسئتنا الرهي 25 إذن في هذه الحالة في المعادلة تقبلوا حلين إذن هات القاعدة نقدر نعممها إذن بالشكل العام إذا كان عددنا X مربع تساوي A و أبطبت حل عدد موجب فX تساوي جدر A أو X تساوي ناقص جدر A ناخد المثال اللي اشتغلنا عليه إذن X مربع تساوي 25 يعني ماذا؟ يعني أن X مربع 25 هو عدد موجب يعني أن X تساوي جدر 25 أو X تساوي ناقص جدر 25 إذن X جدر 25 هو 5 أو X تساوي ناقص 5 إذن هي النتجة اللي القيناة يعني X ممكن لها تخد عددين يعني تساوينا إما 5 أو ناقص 5 هنرطبت حل نتابع إن نخد ناقص 5 أو X 2 به الشكل هذا إذن هنا ناقص 5 أو X 2 هي ناقص 5 في 5 إذن هي ناقص 25 وبالتالي ناقص 5 أو X 2 وهو عدد سالب إذن هنا نريد أن نميز ما بين ناقص 5 أو X 2 وما بين ناقص 5 لكل X 2 يعني إلى لاحظنا مزيان ناقص 5 لكل X 2 ناقص 5 هو الأساس و 2 هو الأس في حين ناقص 5 أو X 2 الأساس دياله هو العدد 5 إذن هذا هو الأساس وهذا هو الأس وبالتالي هذا ناقص 5 لكل X 2 راه هي ناقص 5 أو X 2 إذا بغينا نستوق نحيط الأقواس ونخليها ناقص 5 أو X 2 ما يعني هذا؟ يعني بأن ناقص X 2 راه ماشي هي X 2 أو ماشي هي ناقص X لكل 2 إذن هناك فرق هذا ناقص X لكل 2 راه هي X 2 هو عدد موجب في حين هذا عدد سالب لأن ناقص X 2 هو ناقص X 2 إذن هذا عدد سالب الآن لنحل المعادلة السالية إذن X مربع تساوي 4 إذن بما أن 4 عدد موجب فX لها حلان إما جدر 4 أو X تساوي ناقص جدر 4 إذن X تساوي 2 أو X تساوي ناقص 2 لأن جدر 4 هو 2 إذن حل المعادلة هما 2 و ناقص 2 إذن المعادلة لها حلين هما 2 و ناقص 2 المعادلة الثانية X مربع تساوي 3 إذن ثلاثة عدد موجب إذن X تساوي جدر 3 أو X تساوي ناقص جدر 3 إذن X إما تساوي جدر 3 أو ناقص جدر 3 إذن حل المعادلة هما جدر 3 و ناقص جدر 3 هما نقص جدر 3 لأن الحلان يوجهم حل يعني العددين يوجهم حل للمعادلة إذن الآن دابع الحالة الثانية هيما يكون عندنا دك دك أ تساوي 0 إذن X مربع تساوي 0 في هذه الحالة تبقنا القاعدة اللي جلنا إذن X مربع تساوي 0 يعني أن X تساوي جدر 0 أو X تساوي ناقص جدر 0 وجدر 0 و ناقص جدر 0 بحل بحل لأن هذه 0 و الأخرى 0 إذن X مربع تساوي 0 تكافي أن X تساوي 0 إذن المعادلة لها حل 1 إذن حل هذه المعادلة هو 0 المعادلة الثانية X مربع ناقص 5 تساوي ناقص 5 إذن نقلب على هذه الحالة نحاول نكسبها على شكل X مربع تساوي A و عاد نطبق عليها القاعدة إذن X مربع ناقص 5 كنا في الطرف الأول سوف ندهج الطرف الثاني إذن سوف ترجع زائد 5 إذن هي زائد 5 ناقص 5 الذي كانت إذن زائد 5 ناقص 5 عدد المتقابلان إذن المجموعة تساوي 0 إذن X مربع تساوي 0 أي أن X تساوي 0 إذن حل هذه المعادلة هو العدد 0 الحالة الثالثة والأخيرة وما يكون عندنا العدد A هو عدد سالب إذن X مربع تساوي ناقص 3 ناقص 3 عدد موجب وناقص 3 عدد سالب إذن عدد الموجب يساوي عدد سالب بالتالي في الحالة إذن ناقص 3 الصغر من 0 إذن المعادلة ليس لها حل إذن هذه المؤداء ليس لها حل ممكن لكي تلقى واحد العدد للمربع يساوي ناقص 3 الحل الثاني X مربع زائد 7 تساوي 3 دائماً كنحاول نلقى صغر حل هذه يعني X مربع تساوي A إذن X مربع زائد 7 ندير الطرف الثاني غيرجع ناقص 7 إذن 3 ناقص 7 ناقص 4 إذن X مربع تساوي ناقص 4 إذن ناقص 4 عدد سالب و X مربع عدد موجب أي إذن ناقص 4 أصغر من سفر إذن المعادلة ليس لها حل إذن بالشكل العام ممكننا نلقص الحالات الممكنة إذن X مربع تساوي A أدنى ثلاثة للحالات الحالة الأولى هي لكن A أكبر قطعاً من السفر يعني عدد موجب ولا يساوي السفر إذن إذا كان A أكبر قطعاً من السفر فإن المعادلة ليس لها حلين شنو هما؟ هما X تساوي جدر أو X تساوي ناقص جدر الحالة الثانية الحالة الثانية إذا كان A تساوي سفر فإن فالحالة يكون المعادلة لها حل وحيد إذن X تساوي سفر الحالة الأخيرة إذا كان A أصغر من سفر فإن المعادلة ليس لها حل نبار من سفر حالة حالة اشتركوا في القناة